والله الرحمن الرحيم سمناه في بيلة القدر وما أزوك ما عليك القبر لي أن تنظر قبر خير من ألف شهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إعلان موعدي ليلة القدر خير من ألف شهر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتعخر هذا هو عنوان بيان كتبه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ الثامن عشر من شهر رجب لسنة 1442 للهجرة الموافق الثاني من شهر مارس لسنة 2021 بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخال مبين يكشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عن العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نطش البطشة الكبرى إنه منتقمون صدق الله العظيم من خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إلى كافة البشر في البوادي والحضر في مشارق الأرض ومغاربها كونوا شهداء على أنفسكم جميع البشر المسلم منهم والكافر وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم أني أعلنت لكم أن الشمس أدركت القمر فولد الهلال من قبل الاقتران المركزي للشمس والقمر واجتمعت به الشمس وقد هو هلال نذيرا للبشر وما تغني النذر عن البشر الذين لا يعقلون كالبقر مهما أدركت الشمس القمر ليلتان أو ثلاث فسوف يكذبون آية التصديق الكونية لقليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني وتصديق الشرط من أشراط الصاعة الكبر وكأنهم لا يبصرون القمر أشرق بدرا قبل ليلة النصف من الشهر بل هم كالأنعام بل هم أظلوا سبيلا من الأعام الذين يكذبون سمعهم وأبصرهم وعقولهم ثم يتبعون كل متكبر عنيد يصد عن حقائق آيات القرآن المجيد من علماء الفلك المستكبرين الذين أخذتهم العزة بالإثم من بعد ما تبين لهم أنها الحق من ربهم أو أنهم أطعوا قادتهم لإخفاء آية التصديق لخليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني برغم أن قادات المسلمين والعالمين لو صدقوا خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني لغفر الله لهم إصرافهم في أمرهم ولا ما زادهم الله إلا عزا إلى عزهم فكيف ينكرون آية القمر البدر قبل موعده بسبب أن الشمس أدركت القمر ويستخفون بعقول الضالين من المسلمين الذين يصدقون المستكبرين الصادين ويكذبون عقولهم وأبصارهم أولئك لا يعقلون ولا يبصرون أم يريدون أن يرتقبوا حتى يسبق الليل النهار أو أمرا من عند الله مباشرة بيكون في أكون ثم لا ينصرون وقال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان للنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين صدق الله العظيم وأعوذ بالله أن أكون من الظالمين بل الله أعبد مكلصا له ديني وأمرت أن أكون من المسلمين التابعين لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدعو إلى الله على بصيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبعثني له مبتدعا بل متبعا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما اتباعه هو أن أحاجج الناس بالبصيرة التي تنزلت عليه من ربه القرآن العظيم تصديقا لقول الله تعالى وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقد جعل الله في اسم خبري ناصر محمد فما ينبغي الإمام المهدي ناصر محمد أن يبعثه الله ناصرا لأحد من أحزاب الشقاق والنفاق حتى يوم التلاق فاسمعوا وعواقلوا لقد ابتعثني الله العزيز الحميد بالبيان الحق للقرآن المجيد فجعله في يميني كالسيف المسلول من حديد حتى أبتر به لسن كل جبار عنيد وليس بسفك الدم بل بسلطان العلم فأجعلكم بين خيارين اثنين إما الإيمان بالقرآن العظيم وإما الكفر بذكر الله القرآن العظيم ومن كفر فنصيره إلى الجحيم ومن اتبع داعي الله خليفته المهدي ناصر محمد إلى اتباع القرآن العظيم فقد هدي إلى صراط المستقيم ومن دعوت البشر إلى سفك دماء بعضهم بعضا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما أرسل الله القرآن العظيم إلا رحمة للعالمين ليهديهم إلى سبل السلام فيما بينهم تصديقا لقول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الضرمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير ويا معشر المسلمين واليهود والنصار والضالين من الناس أجمعين فلستم على شيء حتى تتبعوا محكم ما أنزل إليكم من ربكم في القرآن العظيم يمنع ظلم الإنسان عن أغيه الإنسان فيمنع سفك الدم بين البشر ويحرم قتل الكافر بالله بحجة كفره ويحرم قتل المسلم بحجة إسلامه فكل حسابه عند ربه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تصديقا لقول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين النار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيطوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوغ بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا معاملوا الصالحات إننا نضيع أجرما أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساورا من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا ويحرم القرآن العظيم الإرهاب من كافر على مسلم ويحرم الإرهاب من مسلم على كافر تصديقا لقول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين صدق الله العظيم وربما يود أحد السائلين أن يقول يا ناصر محمد أليست سورة الكافرون من المفروض أن تكفي الآيات التالية فقط وهي قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد صدق الله العظيم فلماذا تكررت نفس الآيات في سورة واحدة فانظر للتكرار في سورة الكافرون قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين ثم يرد على السائلين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني خليفة الله على العالمين وأقول بالنسبة لأمر الله تعالى إلى رسوله حين أرادوا أن يساوموه ليعبد آلهتهم تارة ويعبدون الله وحده تارة أخرى فأمره الله أن يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد صدق الله العظيم ويقصد كن يعبد من يشاء فمن أراد أن يعبد الله وحده فليعبده ومن أراد أن يعبد شيئا غير الله باطلا فليعبده وحسابه على ربه وأما ما تظنونها آيات مكررة في قوله ولأنا عابد ما عبدتم ويقصد ولا يحق لكم أن تكرهوني على أن أعبد آلهتكم وأما المقصد بقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد ويقصد ولا يحق لي أن أكرهكم على عبادة إله الله وحده ربي وربكم فلا إكره في دين الله وأما قوله لكم دينكم وليا دين صدق الله العظيم ويقصد حرية المعتقد في التعبد بين الإنسان وأخيه الإنسان لكم دينكم وليا دين تصديقا لقول الله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبد ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم وربما يود أحد السائلين أن يقول يا ناصر محمد ألم يقر الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم فمن ثم يرد الإمام المهدي على السائلين وأقول إنما يقصد الله أن تعدوا عدة الاستعداد للقتال حتى يرهبوا قتالكم وإخراجكم من دياركم فتكفون شر من أراد أن يقاتلكم في دينكم حين يرونكم مستعدين للدفاع عن دينكم وأنفسكم وأرضكم ودياركم ثم يرهبون قتالكم في دينكم وإخراجكم من دياركم والعدوان عليكم فيرجعوا عن قتالكم كونهم يرونكم معدين ومستعدين لقتال من أراد أن يعتدي عليكم وكذلك يقصد أنكم كذلك سوف تكفون بالإعداد شر أعداء لكم آخرين لا تحيطون بهم علما فيرهبونكم فلا يعتدون عليكم بسبب إعدادكم واستعدادكم للقتال الدفاعا عن أنفسكم فيرهبون الاعتداء عليكم فتكفون شرهم فيصرفون نظر عن المك بقتالكم فتكفون شرهم وعدوانهم بسبب الإعداد والاستعداد لقتال من أراد قتالكم عدوانا وظلما برغم أن منهم من لا تحيطون بهم علما أنهم أعداء لكم ولكنكم تكفون شرهم بسبب الإعداد سواء الذين أظهروا العداوة لكم أو الذين يخفون في أنفسهم العداوة لكم فيبيتون في السر المكربكم فكذلك تكفون شر أعدائكم الظاهرين والخفيين بسبب إعداد عدة القتال للاستعداد للدفاع عن أنفسكم تصديقا قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ضباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفق من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم ومن قتل مسلما بحجة إسلامه لله رب العالمين فحكم الله قتل ذلك الكافر المعتدي ومن قتل كافرا بحجة كفره بالله رب العالمين فحكم الله قتل ذلك المسلم المعتدي فلم يأمر الله أن تعتدوا على الناس بحجة كفرهم بل فقط من أراد قتالكم عدوانا وظلما فهناك يحق لكم الجهاد في سبيل الله للدفاع عن أنفسكم تصديقا لقول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم كون الذين يكفون أيديهم عن قتالكم فأولئك لم يجعل الله لكم عليهم سبيلا تصديقا لقول الله تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق الله العظيم ولتدعوا إلى السلام من يريد قتالكم عدوانا وظلما كون دعوة المعتدين إلى السلام سوف يعتبه استسلاما فيزداد عطوا ونفيرا فذلك هو المراد من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلام وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ويا معشر البشر إن هذا القرآن العظيم أرسله الله رحمة لكم ليهديكم إلى سبول السلام ويحرم سفك دماء بعضكم بعضا ويحرم سرقة أموال بعضكم بعضا ويحرم نهب أموال بعضكم بعضا ويحرم الاعتداء على أعراض بعضكم بعضا ولا يكره الناس على الإيمان فلكل حرية المعتقد بين الإنسان وأخيه الإنسان وحرم الله سب آلهة بعضكم بعضا حتى لا يصبوا الله عدوا بغير علم تصديقا لقول الله تعالى ولتسبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فكل له معتقده ودينه وإلى الله إيابه ثم إن عليه حسابه فيكفي فسادا في الأرض وسفك الدماء ويحرم الله الإثم في حق بعضكم بعضا ويحرم العدوان على بعضكم بعضا ويأمر المسلمين أن يبروا الكافرين ويعاملونهم بمعاملة دين الإسلام بكل احترام بعدم البغضاء والعداوة من المسلم اتجاه الكافر وكذلك يحرم العداوة والبغضاء من كافر اتجاه مسلم بل أمر المسلمين أن يبروا الكافرين والمشركين والملحدين الذين لا يقتلونكم في دينكم فيعيشون معكم مسالمين فأمركم الله أن تبرهم وتقصط إليهم بالعدل وإقامة العلاقات التجارية والصداقة وإظهار المودة لهم والإخوة من باب الإنسانية كونكم أبناء رجل وامرأة إخوة في الدم من حواء وآدم فأتيه أمر الله في محكم كتابه القرآن العظيم في قول الله تعالى أسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودا والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين صدق الله العظيم وربما يود الذين يحرفون بما لا يعرفون أن يقولوا يا ناصر محمد اليماني ألم يقل الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاض الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخرهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم فمن ثم يرد على السائلين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول إن القرآن قرآن عربي مبين ويقصد الله بقوله يحادون الله ورسوله أي يحاربون الله ورسوله أولئك نهان الله عن ولايتهم وعن ولاية من يظاهرونهم على الاعتداء على المسلمين تصديقا لقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم فاتقوا الله واستجيبوا لدعي خليفته المهدي ناصر محمد لتحقيق سبل السلام العالمي بين الإنسان وأخيه الإنسان وتحقيق التعايش السلمي بين المسلم والكافر وتحقيق الأمن والأمان والعدل وعدم إهلاك الحرث والنسل ونصف إرهاب الكافر على المسلم بحجة إسلامه ونصف إرهاب المسلم على الكافر بحجة كفره فتصبحون بنعمة الله إخوانا وربما يود كافة شعوب المسلمين أن يقولوا بلسان واحد يا ناصر محمد اليماني لقد أفرحتنا بعنوان البيان أنك سوف تعلمنا متى ليلة القدر في شهر رمضان لعامنا هذا ألف واربعمائة واثنين واربعين فأخبرنا متى ليلة القدر في شهر رمضان القادم إن كنت من الصادقين أن الشمس أدركت القمر فولد الهلال من قبل موعده واجتمعت به الشمس وقد هو هلال فأخبرنا كيف نعلم علم اليقين ليلة القدر خير من ألف شهر فمن ثم يرد عليكم الإمام المهدي ناصر محمد وأقول إنها في عامكم هذا ألف واربعمائة وسبعة وعشرون ولو ربما يود كافة شعوب المسلمين أن يقولوا أتتخذنا هزوى يا ناصر محمد فأين أنت نائم فقد انقضى من شهر رمضان عام ألف واربعمائة وسبعة وعشرين إلى شهر رمضان عام ألف واربعمائة واثنين واربعين خمسة عشر عاما فمن ثم يرد عليكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني اللهم نعم وأعلم ذلك علم اليقين فإني لا أستهزئ بكم وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بل عام القمر ثلاثون عاما في محكم القرآن العظيم ونصف عام القمر خمسة عشر عاما وعليه فإني أشهد الله وكفى بالله شهد أن ليلة النصف لشهر رمضان عامكم هذا حتما سوف تكون بعد غروب شمس الأحد ليلة الاثنين ليلة شروق القمر البدر لشهر رمضان لعامكم هذا ألف واربعمائة واثنين واربعين ذلكم كون الشمس سوف تدرك القمر فيولد هلال رمضان يوم الأحد فيغرب قبل غروب شمس الأحد وقد هو هلال وهو في حالة إدراك فتجتمع به الشمس وقد هو هلالا فجر يوم الاثنين تاريخ واحد رمضان ألف واربعمائة واثنين واربعون بحسب غرة الإدراك التي لا ولن يراها كافة البشر كون الشمس سوف تدرك هلال شهر رمضان فكيف ترون هلالا سوف يغرب قبل غروب الشمس وإننا صادقون ذلك كوني أعلم علم اليقين أن الشمس أدركت القمر فولد الهلال من قبل الكسوف واجتمعت به الشمس وقد هو هلالا ولكن الصادون عن آيات الإدراك الكونية الخارقة للفيزياء الكونية يصدونكم عن التصديق من بعد ما تبين لكم أنه الحق فتبدأون في جدال علماء الفلك فتقولون كيف يبدر القمر قبل ليلة النصف من الشهر فهذا يعني أنه فات علينا من صيام شهر رمضان فما كان من علماء الفلك إلا أن يستخفوا بعقولكم فيقنعونكم بخزعبلات من عند أنفسهم أن هذا يعود للوضع الهندسي للأرض ألا والله الذي لا إلا هغيره أنهم لا يقولون لكم ذلك من عند أنفسهم وهم يعلمون أنهم لكاذبون برغم أنهم علماء فيزيائيون ولكنهم لا يريدون أن يتنازلوا عن المسلمات العلمية الفلكية اليقينية الفيزيائية الحق منذ أن خلق الله السماوات والأرض أنه لا ينبغي الهلال الشهر الجديد أن يولد من قبل الاقتران المركزي للشمس والقمر فتلك قاعدة فيزيائية كونية واحدة موحدة لا يختلف عليها اثنان من البشر نعلماء الفلك الفيزيائيين سواء المسلمين أو المشركين أو الملحدين كون لحظة الاقتران المركزي للشمس والقمر تحدث في لحظة عالمية محسوبة بالساعة والدقيقة والثانية فيكون ليلة القمر المحاق باتجاه الأرض فهذا ما وجده علماء الفلك الفيزيائيين على الواقع الحقيقي لا شك ولا ريب بالحسبة الفيزيائية في منتهى الدقة واحد زائد واحد يساوي اثنين فتلك قاعدة فيزيائية كونية لا يختلف عليها اثنان من علماء الفلك في البشر مسلمهم والكافر كون هذا ما وجده على الواقع الحقيقي وأن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني على تلك القاعدة الفلكية الفيزيائية لمن الشاهدين ويسمي الله تلك القاعدة الفلكية العرجون القديم في محكم القرآن العظيم تصديقا لقول الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم ألا وإن العرجون القديم هو وجه القمر قبل منازل أهلة نور هلال الشهر كون ليلة القمر باتجاه الأرض ويستمر ذلك الوضع حتى ينفصل قرص القمر عن الشمس غرقا فمن ثم يبدأ الهلال بالتكوين فيصير هلالا بعد انقضاء 12 ساعة في القرآن العظيم فيصبح هلالا منزلة ليلة الشهر الأولى بعد انقضاء شهر شعبان فكل حسب أفق غروبه تصديقا لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ولا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمن العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم فلست من الجاهلين يا معشر علماء الفلك الفيزيائيين فإني مصدق بعلمكم بشرط أن لا يخالف لفيزياء القرآن في علوم الفلك ولكن يا معشر علماء الفلك الفيزيائيين ولا نقصد المنجمين أصحاب الحظ وتطير الضالين بل أقصد علماء الفلك الفيزيائيين فلا تجدونهم يتكلمون عن الحظ والخرابط والإفك حاشا عليهم بل تجدونهم يكلمونكم عن مواعيد الكسوف الشمسي والخسوف القمري ودوران الكواكب بناء على حسابات فيزيائية فليس لديهم تنجيم وأصحاب حضور الأبراج تفاهات نحو زعبلات وإفك ما أنظر الله به من سلطان ومنهم أولياء الشياطين وكذب المنجمون أولياء الشياطين بل نقصد علماء الفلك الفيزيائيين فما أريد أن أقوله لهم جميعا أن قاعدة العرجون القديم للقمر والشمس وهي بما تسمونها بالاقتران المركزي للقمر والشمس قاعدة فلكية فيزيائية منذ أن خلق الله السماوات والأرض غير أنها ليست إلى ما لا نهاية كون الحياة الدنيا نهاية تبدأ بحدوث أشرات الصاعة الكبرى تصديقا قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يقشاها صدق الله العظيم ومنها أن تضيك الشمس القمر فتلاها بسبب حدوث المحاق قبل معاده فيولد الهلال من قبل الاقتران فتجتمع به الشمس وقد هو هلال فهذا ما سوف يحدث في تاريخ يوم الأحد 29 شعبان لعامكم هذا 1442 ففي يوم الأحد يحدث المحاق لنهاية شهر شعبان ويبدأ التكوين لهلال شهر رمضان من قبل الاقتران فيغرب قبل غروب شمس الأحد ليلة الاثنين وقد هو هلال بمعنى أن غرة شهر رمضان بحساب الإدراك هي مساء يوم الأحد ليلة الاثنين ولن يشاهد هلال رمضان في أوائله كون الشمس أدركت القمر الشرط تكرر من أشرات الساعة الكبر وبما أن الشمس أدركت القمر في أقصى الشرق فهذا يعني أنه إدراك كبير من نوع XX وأما بدر شهر ليلة القدر خير من ألف شهر لشهر رمضان القادم لعامكم هذا 1442 فهو مساء يوم الأحد ليلة الاثنين أي بعد غروب شمس يوم الأحد ليلة الاثنين وربما يود كافة علماء الفلك في البشر مسلمهم الكافر أن يقول يا ناصر محمد اليماني هذا هو المستحيل كون ليلة البدر هي نفسها غرة الشهر القمرية وهي ذاتها تأتي ليلة النصف من الشهر القمري فيبدو أنك تجهل الحسابات الفلكية الفيزيائية ألا تعلم يا ناصر محمد أن محاق قمر شعبان سوف يكون الساعة الخامسة وواحد وثلاثين دقيقة فجر الاثنين فهذا يستحيل أن تكون ليلة نصف شهر رمضان لعامنا هذا 1442 بعد غروب شمس الأحد ليلة الاثنين فهذا علم فيزيائي فلكي في منتهى الدقة لا يختلف عليه كافة علماء الفيزياء الفلكية ولو في ثانية واحدة وهي لحظة عالمية تسمى الاقتران المركزية للشمس والقمر المحاق ولن يحدث محاق القمر شعبان إلا فجر يوما الاثنين الساعة الخامسة وواحد وثلاثين فجر الاثنين بتوقيت مكة المكرمة ولا يختلف عليها اثنين من البشر لحظة عالمية يعني الساعة الثانية واحد وثلاثون بالتوقيت العالمي فمن ثم يرد الإمام المهدي ناصر محمد اليماني على كافة السائلين وأقول وأنا على ذلك من الشاهدين أن هلال الشهر الجديد لاولا ينبغي له أن يولد من قبل الاقتران المركزي كون اقتران الشمس بالقمر ووجهه مظلم تماما من الضياء لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر منذ أن خلق الله السماوات والأرض تصديقا لقبل الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عادك العوجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ولكن هذه معجزة كونية خارقة للفيزياء الفلكية جعلها الله آية عالمية لتصديق بخليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني له وحده لا يعلم بها غير خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني علم اليقين ويشرق القمر والبدر لليلة النصف من شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الأحد ليلة الاثنين ذلك كون الشمس سوف تدرك القمر فيولد الهلال يوم الأحد ويغروب قبل غروب شمس يوم الأحد ليلة الاثنين بتوقيت مكة المكرمة وقد هو هلال أول الشهر رمضان وليس هلال آخر الشهر شعبان فلست من الجاهلين وأعلم أنه لن يشاهد هلال أول شهر رمضان بعد غروب شمس الأحد ليلة الاثنين ليلة غورة الرمضان أحد في العالمين كون هلال رمضان سوف يغرب قبيل غروب شمس يوم الأحد ليلة الاثنين وهو في حالة إدراك فتجتمع به الشمس وقد هو هلالا في ميقات إقامة صلاة الفجر عند ميقات بداية الظل في توقيت مكة المكرمة وأما شرق القمر البدر لشهر رمضان لعامكم هذا 1442 فبعد غروب شمس الأحد ليلة الاثنين يشرك القمر بدراً للناظرين في كافة مشارق العالمين بعد غروب شمس الأحد ليلة الاثنين ليلة النصف لشهر رمضان لعامكم هذا 1442 خيراً من ألف شهر شمسي ألا؟ وإن طول الشهر الشمسي ألف شهر ويعدل 83 عاما وأربعة أشهر مما تعدون فأما 83 عاما فتنتهي بنهاية شهر رمضان وأما الأربعة أشهر فتلك الأشهر الحرم تنتهي بنهاية شهر محرما الرابع من الأشهر الحرم وهو ذاته الشهر الثاني عشر من السنة القمرية فهل أنتم مؤمنون قبل أن يأتي وعد الفتح بكوكب العذاب سقر؟ أو أمر من عند الله مباشرة فتصبحوا نادمين؟ ويا أحلى اليمن إذا لم يغزكم الله بعد بجنود الله الصغرى الأشد بطشا فعلموا علم اليقين أن آية طوفان سبأ سيل العرم على اليمن عموما آية حتمية الوقوع ويا معشر العالمين نبشركم بآيات عذاب تترى جوا وبرا وبحرا للعالمين إضافة إلى ما سوف يمليه عليهم الله مما يسمونه كورونا وما هو بكورونا فأفشروا بجنود جديدة وشديدة البأس مما تسمونها فيروسات كورونا ما لم تكنوا تحتسبون فكما يقول المثل العربي فلم تروا بعد إلا شعرة من أذن البعير بل الكيد المتين آت من رب العالمين في القريب العاجل وتبطن كافة لقاحاتكم فلا تغني عنكم من كيد الله شيئا إلا كما يغني الضمآن صراب بقيعة في صحراء يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ويا أهل اليمن إذا لم يصبكم الله بجنود كورونا فلن يمسح على رؤوسكم وأنتم معرضون والإمام المهدي بينكم وعليه فإن الإمام المهدي وأكد لكم مجيء آية طوفان سي العرم ووادي إرم وعلى عموم اليمن ولا تقرب ما سوف تكشفه الفيضانات فإنها ملك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني خلفة الله على اليمن والعالم بأسره ولكل منكم منها نصيب وللأقطار المنهرت اقتصاديا في دول العالمين نصيب كون اليمن عاصمة الخلافة الإسلامية العالمية وما خبأ الله ملك الأمم الأولى اليمانية عبثة بل لخلفة الله على العالمين بقدر مقدور في الكتاب المصطور لبناء اليمن عاصمة الخلافة الإسلامية العالمية فبعد أن تقضع أعناق الأحزاب في اليمن للخلفة الله الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فرق لحادث حديث ويا علي عبدالله الصالح لسوف تخرجك الفيضانات من وكرك الخفي أينما كنت فإني أعلم أني لم أفتري على الله أنك آية تصديق للعالمين رغم أنفك ولسوف تعلمون أننا صادقون في كل شيء بإذن الله ولأحدد ميقات العذاب وإنما نؤكد مجيئة والحكم لله خير الفاتحين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة